ثلاث نصيح لو عملتوا ما غيروا حياتك 100% وعلى مسئوليتي رقم واحد غير موعدك كله اللي خلقك سبحانه وقال لك اصحى الفاجر واكتر رجل بيحبك على وجه الارض قال لك اصحى الفاجر وجميع علماء الدنيا بالاجماع قالوا لك اصحى الفاجر وفضلوا عددوا فوايد الصحيان بدري من فوايد صحية وفوايد نفسية وفوايد جسدية ياخي هتحس بصفاء داخلي وإحساس بالطمأنينة والاستقرار محستوش قبل كده تاني نصيحة وديه الاهم اقرأ يا اخي اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ عن كل مخلقات الله اقرأ عن الحيوانات والطيور والاسمار الاغلبية العظمة من الاختراعات الحديثة مستوحى من الحيوانات افلا تنظرون الى الابل كيف خلقه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من على اقرأ في تكوينك يا اخي اقرأ في اطوار حياتك الدكتور ده تولد من بطن امه بمشرط والا هو قرأ عن الجسد وتكوينه وبعد كده عرفي عالجه وهكذا المهندس وكل علماء الارض كلهم بالاجمع لو سألتم ايه بدايتك بيقولك اقرأ ثالث نصيحة ودي مهمة جدا ما تاخدش اي قرار وانت تحت تأثير الهرمونات يعني عمرك ما تاخد قرار وانت غاضب ده هتندم عليه لو خدت قرار وهرمون السعادة عالي عندك برضو هتندم عليه ولو خدت قرار وهرمون الصعبانيات واللي قدامك صعبان عليك برضو هتندم عليه ولو خدت قرار وانت في قمة الشهوة برضو هتندم عليه فحاول ما تاخدش اي قرار وانت في مود خارج المود بتاعك يعني بتكون تحت تأثير هرمونات في جسدك ولو طبقت الثلاثة دول حياتك تتغير مية في المية وعلى مسؤوليتي